قامت ميليشيا الحوثي الإنقلابية بنهب مبنى مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف والسكن التابع للمكتب وقال مدير مكتب التربية في الجوف أن عناصر من ميليشيا الحوثي قامت بنهب كافة محتويات مكتب التربية من ملفات الموظفين ووثائق الطلاب وأرشيف المكتب بالإضافة إلى نهب الأثاث ومعمل الكمبيوتر ومخازن الكتب وقعنا بالأمس يوم السبت 25 سبعة 2020 بخبر نهب مكتب التربية والتعليم قبل ميليشيا الحوثية والتي تم نهب مصادرة جميع ممتلاكات المكتب من أجهزة ووثائق نحن ندين هذا العمل ونطالب من المنظمات والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا الحوثية بعادة ما تم نهبه حيث سوف يضرر المجتمع والطلاب بشكل خاص من هذا التصرف أيضا نؤكد احتفاظنا بحقنا في مقاضات الجماعات الإرهابية والتي على رأسها المحوثية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر